كنت بغير هدومي وانا فتح الكاميرا وبتكلم صحبي وفجأة لقيت جوزي دخل علي وهو مصدوم وبيقول لي انا غادة متجوزة بقالي سنة تعال اقول لكم ايه اللي حصل لي وقدي انا شايفة جوزي رجعي وقديم ومش عاجبه تصرفاتي الحكاية بدأت في يوم فرحنا كنت فرحانة وسعيدة جدا ولقيت هاني البست فرند واقرب حد لي دخل علي القودة وانا بعمل الميكوب ولقيته بيقول لي ايه الشياكة دي وايه الامر دا يا غضودي الف مبروك يا قلبي ربنا يساعدك يا رب قلت له يا حبيبي هاني معقول تجي بدري قوي كده وتقعد معايا وانا بعمل المكياج ده انا لسه قدامي يجي ساعتين تلاتة قال لي يا حبيبتي لو ما تعبتش معاك يوم فرحك هبقى معاك امتى ايه السود ده يا خابر ابيض ده حازم جزج برة قلت له ايه وعد خليه ادخل علي القودة ولا يشوفني خاصة اني لسه بجهز والمفروض انه يتفاجئ بشكل نهائي وخرج هاني وجزي اول ما شافه تصدم وسمعته هو بيقول له انت ايه اللي مطلعك القودة وبعاعدك مع امراضي يا ابن انت انت تجننت ولا ايه هاني رد وقال له عيب على فكرة عيب اللي انت بتقوله ده يا حازم هو انا غريب ده نهاني يا جدع انا صاحبها هو اكتر من اخوها ده نه في حياتها قبلك واعرف عنها اللي انت ما تعرفوش جزي رد وقال له لو سمحت اخرج برة القودة دلوقتي لا الا والله ما هيحصل طيب هي فينست هاني من الجوة هيست غادة اطلعيلي لو سمحت خركت الحازم انا متضايقة وقلت له مليون مرة قلتلك تبطل الاسلوب ده وياردت راعي اني مليش اخوات وهاني اقرب حد لي من بعد موت بابا اماما لقيت حازم قال لي خلي ينزل دلوقتي حالا خلي ينزل يستنى تحت مع المعزيم يا غادة وقال له والله همشي واخد اهلي معايا لقيت هاني رد وقال خلاص خلاص يا جماعة انا هنزل استنى تحت مش هبقى مبسوط لما الفرح يبوز يا غدغودة ونزل هاني وانا بقت متضايقة جدا من اللي عمله حازم ولقيتني بقول له يا رد تكون ارتحت يا حازم بعد اذنك كنت زعلانة جدا ان حازم زعل هاني ونزله يقعد تحت مع المعزيم ولما نزلت القاعة بقت ارقص مع هاني اكتر من جوزي حازم وكان حازم متضايق جدا من اللي بيحصل بس انا كان لازم اعمل كده عشان حسيت ان هاني زعل ولما روحنا البيت لقيت وقال لي اسمعي بقى يا غدغ انا خلاص بقت جوزك عشان كده لازم تنسي هاني ده نهائي وياك تجيبي سرته على لسانك انا وفقت بسخافات كتير اوي عشان بحبك وعشان ما كنتش لسه على زمتي ثم ان اللي حصل النهاردة ده خلى كل اهلي استحقروني لما تسيبي جوزك وتروحي ترقصي مع هاني ده كان منظر سخيف ومش لطيف قلتلو انا مش مقتنعة باي كلمة قالها هو انت في ايه انت ليه حاطت نفسك في مقرنب بينك وبينه وليه بتغير منه بقولك هاني ده صاحبي وزي اخوي ومستحيل حد فينا يفكر في التاني ثم ان لو عند حد فينا نية انه يحب التاني اكيد كنت جاوزنا بس انا وهو ما ينفعش البعض فهمت ولا لأ لقيت حازم مصر على موقفه جدا ورافض وجود هاني في حياتنا وانا هوت واسكت وعد شهر على جاوزنا وكل يوم كنت بكلم هاني من ورا حازم ولما حازم ينزل الشغل بقيت اخرج وقابل هاني زي زمان وفي يوم كنت في قفاء وقعد انا وهاني ولقيت وقال لي انا مش فاهم انت لقى الانا من حازم هو احنا بنعمل حاجة غلط وبعدين يا حبيبتي انا زي اخوكي بالزبط ولازم حازم يقتنع بكده قلت له يا هاني انا تعبت من الكلام مع حازم بس للأسف دماغه ناشفة جدا وشايف ان الصحوبية اللي بيننا دي غلط اعمل ايه طيب وفجأة لقيت حازم داخل علينا القفاء وقعد معنا على نفس الترابيزة بقيت متوتر قوي بس لقيت حازم ابتسم ولقيته بيقول لي انتم عندكم حق اصلي ليه اعمل مشكلة من العدم ايه يعني لما امرطي يبقى ليها صاحب وبتخرج معاه وبيقربوا من بعض انا عندي حل كويس قوي ايه رأيكم نبقى احنا التلاتة صحاب فرحت قوي من رد فعل حازم وقلت له طبعا يا حازم اهو كده تبقى انت فعلا بتحبني وقصك فيا وعلى فكرة انا مش بعمل حاجة غلط لقيت هاني هو كمان قال له ده شرف لي يا حازمي انا من زمان كان نفسي تعتبرني اخوك لو زالت من غادة تيجي بتقول لي وانا عرف اتصرف معاها لقيت حازم دحي الجامد وقال حلو قوي الكلام ده خلاص احنا من النهار ده احنا التلاتة صحاب ومن بعد اليوم ده حازم اتغير وحاول اتقبل وجود هاني في حياتنا وفي يوم كنت في حفلة عيد ميلاد واحدة صحبتنا وموبايل فصل ومعرفتش اوصل لأي حد غير هاني لاني حافظة رقم ومش حافظة رقم حازم واتصلت بيه ولقيته جالب العربية بيت صحبتنا عشان يوصدني وكلمت حازم من موبايل هاني ولقيت حازم قلقان جدا علي هو قال لي انت فيني غادة قلقتيني عليكي الساعة واحدة وموبايلك فصل انت كويسة قلت له يا حبيبي ما تقلقش انا موبايل فصل وكلمت هاني يجي يوصلني امال يعني عايزني اركب تاكسي في وقت متأخر زي ده وابقى مع راجل غريب لقيته قال لي لا طبعا ما يصحش عيني العقل اللي عملتقي تعال يا غادة روحت البيت وحازم اول ما شفني لقيته بيقول لي لو واحد غريب يحصل فيه من ميراته اللي انت بتعمليه معايا ما كانش خلها على زمته دي يا وحدة واعملي حسابك ما فيش خروج لوحدك بعد النهاردة دخلت قطي وانا متضايقة جدا من تصرفات حازم وانه حابة يهودني وحابة يبقى مش طايق تصرفاتي وفي يوم حصل اللي غير كل حاجة وده لما هاني جالنا البيت وقعد معنا ولقنا بيقول باركولي يا جماعة باركلي يا حزومي انت وغدغطي انا خلاص هخطب هخطب بنتي انما ايه شقلبت كياني وقلت قاجي حكيلكم حسيت ان اتضيقت وزيلت رغم اني كنت تملي اقوله انه لازم يتجوز ويعيش حياته بس لما جات اللحظة حسيت انه حزينة ومهمومة ولقيت حزم فرحان جدا وقال له والله فرحتني يا هاني اخيرا يا اخي ربنا هيتملك على خير كنت سكتة مش بتكلم ولقيت حزم بصص علي بيشوف رد فعلي وفجأة فعلت على هاني وقلت له وده من امتى يا هاني وازاي اصلا ما تقوليش حاجة زي ايدي وبعد ان انت بتتكلم في خطوبة يعني مرتب لها من الاول واكيد قعدت مع اهلها واتفقته على عموم ربنا يتمملك بخير هاني رد وقال لي لا يا غدغودة انا بس ما جاتش الفرصة ان اقولك وبعدين احنا فيها بكرة يا ستي هعرفك عليها بعض الخطوبة المهم ان عايزكم ما تسبونيش الفترة دي ومشي هاني ولقيت حزم قال لي غريبة يعني مش شايفة ان هاني خب عليك موضوع خطوبته وانه في حد في حياته على عموم دي حاجة تعلمك ان كل انسان لحياته وخصوصيته اللي ما بيحبش حد يشاركه فيها تصبح على خير وانا فضلت صح يا طول اليوم متضايقة من نفسي انا ازاي زعلاني قوي كده ان هاني هيخطب ايه يعني لا طبعا هاني من الصحبي بس ده هاني اقرب حد لي وعارف عني كل حاجة عارف بحب ايه وما بحبش ايه ووقتي ما بكون متضايقة من الناس كلها بتكلم معه هو وبحس براحة معقولة كن حبيته لا لا طبعا هاني اخويا مش اكتر من كده ولازم احضر نفسي للخطوبة وقف جنبه وانزلت تاني يوم عشان اجيب فستان الخطوبة ولما رجعت البيت كلمت هاني وقسته قدامه عشان يشوفني ويقولي رأيه في الفستان ولقيته فتح الفيديو وبيقولي زي الاعمر يا غدغطي طلع عمري الجميلة وبتحل اللبس مش هو اللي بيحليكي وفجأة لقيت حازم دخل عليها لقوضة وسمع كل الكلام اللي بيني وبين هاني ولقيته اخد موقف وبيقولي انا تحملت كتير قوي منك اسمع يا غدغطي من النهار ده اعتبريني مش جوزك وانت في حالك وانا في حالي وانت عشان ملكيش حد وانا عشان راجل محترم هسيبك تعيش في الشقة وهكلم مهندس معمري يجي يقسم الشقة ما بينها قلت له ليه كده يا حازم انا وهاني اخوات احنا كلها يومينو هنروح خطوبته وبعدين انت ليه تفكيرك سيء كده هو وانت مش واصق فيه يعني هتبقى مبسوط لو عملته قدامك اللي انت عايزه ومن ورا منك اعمل اللي انا عايزاه انا مش بخبّي عليك حاجة لقيت حازم سابني ومشي مشي من قدامي وبقى مش بيتكلم معايا ورحت انا وهو فرحاني بعد ما هاني تحيل عليه كتير قوي عشان يجي الخطوبة وبعد الخطوبة هاني تغير معايا وبقى مش بيتكلم معايا زي الاول وبقى بيبعد عني تدريجيا وحازم قرر انه ينفس قراره وبقى ينم في قودة وانا في قودة وقرر ان علاقتنا هتبقى صحوبية واخوة وجوازنا هيبقى على الورق وبس وفي يوم لقيت هاني بيتكلمني وهو متعصب قوي ولقيته بيقول لي ازاي ستة غدا جزك يدخل يتكلم خطبتي على الفيسبوك ويبعط لها طلب صداقة مش عايب اللي بيعملوا ده قلت له انت بتقول ايه وبعدين ايه المشكلة لما حازم يتكلم سلمة خطبتك مانا بكلمك وبخرج معاك واكيد جزي مش هيبقص لها لقيت هاني قال لي اللي فوقني وخلاني قاعد حساباتي لقيته بيقول لي حازم جزك قابل كده انا بقى مش جزك ومش هقبل كده ابدا وعلى فكرة يا غدا سلمة هي كمان مش عاجبها صحبيتنا وعشان كده انا بقيت مش بتكلم معاك زي الاول اصلها بيضغير علي موت دموعي نزلت مني غصب عني وقلت له العيب مش عليك انت صح وخطبتك هي كمان عندها حق لانها بنا قدمة طبيعية انا اللي ما كنتش طبيعية وللأسف خليت راجل محترم زي جزي يبقى في نظرك مش راجل عشان بس بيحبني وعايز يراضيني ومش عايز يخسرني عشان كده ياك تتصل بيا تاني ومش عايز اعرفك وقفلت السكة في وشهاني وعملت له بلوكات من كل حتة وجريت بسرعة على حازم وانا بعيد وحكيت له كل حاجة ولقيت وقال لي كنت عارف ان كل ده هيحصل ودخلت مخصوصة اكلم سلمة خطبته عشان اشوف رد فعله للأسف يا غادة انت كنت بتفكري غلط مفيش حاجة اسمها صحوبية بين راجل وست بالشكل ده وعمرها ما تكون بالطريقة دي دي حاجات ضد الدين والعادات والتقاليد وهاني مهما اعتبرك اخته هيفضل شايفك سهلة ومش هيرضع على امراته او خطبته اللي انت كنت عايزاني اقبل بيه وارد يكون في زمالة بين الراجل وست لكن بحدود عشان الشيطان ما يكونش سالسهم لو واحدة غيرك كنت عمري ما هقبل بالوضع ده بس انا وصق فيك وفي اخلاقك وكنت عارف ان هاني مرحلة وهتعدي وكنت عارف انك بتسيء التصرف لكن جواكي انسانة محترمة وعرفة ربنا واكيد استفدت من الدرس ده وعرفت ان في حاجة بتحكمنا اسمها اصول ودين وعادات وتقاليد في حاجة اسمها حلال وحرام حد ينفع يبقى قريب منك وحد لازم تعملي حدود بينك وبينه ومن بعد اليوم ده قررت ان اغير حياتي وبقى حزم هو اخوي وصحبي وعرفت قد انا كنت غلطانة لما نسيت امور ديني وان ما اجتمع رجل وامرأة اللو كان سالسهم الشيطان حسنًا شكرا 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 شكرا